أهلا بكم حلقة من أهم الحلقات على الإطلاق في الدكتور المعرفة وخالي بالك في دراسة صحيفة The Sun البريطانية ذكرتها دراسة تألّأ قالت ارتفاع الإصابات أو الارتفاع فقد الحياة بسبب سرطان الكبد ارتفع بنسبة 80% بسبب تأخر تشريص ده بريطانيا الكلام ده في بريطانيا وقالت ان اتضاعف الأرقام ثلاث مرات خلال عقدين بس ده مرتبط ارتباط وثيق بالسمنة فربطوا التشخيص المتأخر والمشاكل اللي حصلة في الكبد بسبب ارتفاع الوزن وقالت برضو ان المسألة لها علاقة وثيقة بالتدخين وقالت انه كثير جدا من البريطانيين اللي توفوا بزيادة بزيادة كبيرة المشكلة كانت في التشخيص يعني ربطوا انه كل التشخيص المبكر هو المسؤول مسئولية مباشرة عن انقاذ المرضى وانه غياب التشخيص المبكر هو المسؤول عن زيادة نسبة الوفيات في بريطانيا بريطانيا اللي هما يعني عندهم ملوكي انا بقول دايما على الانجليز انه هما اصحاب مدرسة خاصة في التشخيص لانه هما بيميلوا قوي الى انه دايما روتين انفستيجيشن ودايما لو قالك بيطلع الشاب بيطلع من هو صغير يعمل تشيك اوب باستمرار فما بالك انه هما وجدوا انه هذه الحاجة اللي بيفتخروا بيها انه هما عندهم روتين تشيك اوب وعندهم نظام صحي في تشيك اوب مستمر بدأ يحصل فيه اكيد فيه دفكت وبالتالي بدأت تزيد نسبة التأثر لسرطان الكبت النهار دا حوار موسيد للغاية في هذه المنطقة مع ضيفي العزيز اسمه متميز للغاية فهذا المجال هو اجده هيسيدنا بحوار اكسترا اروداني في مجال علمي خطير جدا ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد سعد على شري استاذ علاج الاورام واستشاري للعلاق الشاعي والمنائع والعلاج الموجي استشاري الاورام بالمستشفى الجو التخصصه والمدينة التنفيذي لمركز امل لعلاج الاورام وعضو جمعائي الاوروبية الامريكية الاورام أهلا بيك دكتور محمد أهلا إيما أخبرك عايز أبدأ بمنطقة أورام الكبد ما المقصود بأورام الكبد هل كل ورم في الكبد هو ورم خبيس لأنه ناس كتير أول ما تقولهم ورم في الكبد يبقى أنت ورم خبيس دي حاجة مهمة جدا نحن النهاردة عندنا في حاجات كتير هنتكلم عنها النهاردة أورام الكبد وفيه النهاردة بشرة حلوة أول مارضة الأورام عايز أقولهم عليها نتكلم الأول على الكبد نقول إن إحنا أورام الكبد مش كل الأورام بتظهر في الكبد بتبقى أورام خبيصة في نسبة كبيرة قوي من الأورام بتبقى أورام حميدة الكبد عبارة عن وعاء دموي فممكن بيحصل بعض الأورام الحميدة في الأوعية الدموية الكبد في الخلايا الكبد ودي بالأشعات بتدي أو ما بتظهر بقرة في الكبد بيحصل انزعاج شديد جدا للطبيب والمريض والمريض بيدخل في صدمات شديدة جدا إحنا بتشخيص بسيط قوي إن إحنا بنعمل رانين مغناطيسي ديناميكي بنقدر نحدد إن الورام ده حميد أو خبيص أورام الكبد من اللي بتتشخص بالأشعة ما بتحتاجش عينات في معظم الحالات فالتشخيص الأشعة بتبقى دقيقة جدا بالنسبة لأورام الكبد أورام الكبد في منها جزء خاص بالأورام الحميدة زي توحمات الدموية زي الأورام الحميدة للكبد وفي الجزء الأكبر اللي هو الأورام الخبيصة أورام الخبيصة للكبد لازم نفرق بين حكتين لازم نفرق بين أورام الكبد الخبيصة الأولية يعني الورام اللي بيظهر في الكبد بداية تكنت في الكبد وفي الأورام الخبيصة السنوية يعني اللي بتيجي من مكان تاني يعني مثلا مريضة عندها مرض سرطاني السادي وبعد كده بعض الخلايا بتحصل عندها اللي هو السادي الانتشاري وبيروح يصيب الكبد فبيبقى اسمها سنويات في الكبد إحنا زي الريبيو اللي اتعرض قبل الحلقة كنا مريك كارب يتكلموا عن أورام الكبد اللي أصيبت المشاهير جيمي كارتر من الناس اللي كان عندها سنويات في الكبد وليست أورام أولية كان جاي له من الكلا ويتعالج بالعلاج المناعي وقال إنه أعلن شفاءه سناء يونيس كان عندها أورام كبد أولية عندنا برضو من المشاهير اللي أصيبة بسرطان الكبد الفنان الفشاوي الله يرحمه فعندنا أمثلة كثيرة من المشاهير تعرضوا لهذا المرض أورام الكبد هي الأكثر انتشارا في مصر نتيجة للإصابة بفيروس C مش كل مريض يتعالج من فيروس C ودي معلومة مهمة جدا إنه هو عنده حماية ما يجريش سرطان كبد لا ما فيش ارتباط بين الشفاء من فيروس C وبين إن الفيروس يكون أثر في الخلايا وبدأ الستارت بتاع السرطان الكبد فدي معلومة مهمة جدا أي مريض خد عليك فيروس C لازم نعمله متابعة دورية كل ست شهور بأشعة موجات نعمله متابعة بدلالات الأورام لازم نعمله متابعة بتحليل وظيفة الكبد الدورية لأن احتمالات الإصابة بتكون عالية جدا بسرطان الكبد في هذا المريض السؤال الأهم إيه آخر التطورات اللي حصلت دلوقتي أو اللي حصلت دلوقتي في التعامل مع أورام الكبد أنا يعني عندي حاجات كتيرة عايز أقولها أورام الكبد بس أنا عندي حاجة جديدة عايز أقولها بالنسبة الأورام عامة النهاردة بقى في تحليل زي تيومر ماركر دلالات أورام كتير من الناس كانت دايما تسألني أنا عندي احتمالات الإصابة عالية لأن أنا عندي في العيلة ناس كتير عندهم كانسر هل في تحليل معين ممكن يقولي أنا عندي هيجيلي كانسر ولا لا وأنا ما عنديش حاجة دلوقتي أشعاتي كويسة تحليل كويسة بس في المستقبل أنا ممكن أصاب بسرطان ولا لا النهاردة في تحليل بدأ يظهر وبدأ يعتمد في أمريكا وأوروبا اسمه برو جاسترين برو جاسترين ده التحليل بيعتمد على تيومر ماركر بيو كيميكال على الستيم سيل أوفزي كانسر بيشوف الخلايا الجزائية المكونة للخلايا السرطانية ويبدأ يكتشف هذه الخلايا في مراحل مبكرة جدا قبل ما تبقى تكون خلايا سرطانية وبنسبة سينستيبتي وصلت 77% التحليل ده هيعمل طفرة كبيرة جدا بالنسبة لمرضى الأورام لأن النهاردة الناس اللي هم زي الناس المصابين زي الناس اللي عندهم تاريخ مرضي في الأورام السادي أو الناس اللي عندهم تاريخ مرضي في أورام القولون أو البرستاتا وبالذات في القولون لأن القولون إحنا دايما نقول عليه إذا سايلاند كيلر يعني قاتل صامت دائما يظهر في مراحل متقدمة ونسبة الوفيات فيه عالية جدا إنه هو أعراضه متشابه فالتحليل ده هيفيدنا في الفترة الجاية جدا إنه هو نكتشف هذا المرض في مراحل مبكرة ويقدر يقول لنا والله هذا المريض احتمالات الإصابة فيه هتبقى عالية جدا بالسرطان فهنبدأ نعمل أبحاثنا ونبدأ نركز ونبدأ نكتشف الورم في مراحل مبكرة جدا 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 السينستيفتي بتاعته عالية جدا السينستيفتي اللي هي حساسية دقة اللي هو نقدر نقول الدقة أو قربه من واقعية الحدث واقعية التشخيص لأنه بيعتمد على السينستيف سيل أوفزي كانسر سيل يعني بيشوف الخلايا الجزعية المكونة للخلايا السرطانية يعني بداية تكوين الخلايا من أول نشأتها خلايا الأم خلايا الأم زي ما زرسال المهم جدا التحليل ده هيعمل طفرة والتحليل ده بدأ إن شاء الله هيوصل مصر قريب في خلال على نهاية السنة إن شاء الله ونبدأ نشتغل به وبنتمن الناس أنه هيبقى متواجد وهنقدر نتعامل به وهو تحليل ده مبسيط جدا وهيبقى مفيد جدا في التشخيص ومش بس في التشخيص الناس اللي أصيبوا قريدي بالكانسر في مراحل مبكرة هنقدر إن إحنا نتابع العلاج يعني أنا النهاردة ديت علاج كيماوي طب أنا هعرف نتيجته إيه بعد الجلسة الأولى هنتابع نسبة هذا التحليل فكل ما بتحليل بينزل وبيوصل لدرجة كويسة ويرجع للنرماليزيشن يبقى ده كيماوي عمل مفعول جديد مش بس كده الناس اللي هم عندهم سنويات أو في مراحل متقدمة هيفيدنا جدا هذا التحليل فيه اختبارات العلاجات وهيفيد جدا في التشخيص بالنسبة لهذا المرضى فده بشرة خير كبيرة جدا للمرضى والنهاردة أنا جاي أنا دايما بحب في أي لقاءة تلفزيوني لي وخصوصا توقع أيمن رشوان صديق العزيز دايما بنطلع بالجديد اللي لسه أول مرة ينزل مصر هذا الكلام أول مرة يتقال في مصر هارجع للسؤال الطبي بس له طابع شعبي الناس الكثير دلوقتي بتسألوا من الناس الأكثر عرضة اللي لازم هيبقى دا بالنسبة لهم اللي حدا قلت دول هاي ريسك طبعا الناس اللي هما بالنسبة لكانسة بريست الناس اللي عندهم تريخ مرضي في سرطان السادي دي طبعا اللي هي جالها سرطان ولا جال ولدتها وجالها اللي عندهم في العيلة أكتر من ثلاث أفراد في نفس الفرع ودول عندهم يبقى هاي ريسك الناس اللي هما فوق 50 يارز اللي عندهم فوق الخمسين سنة واللي عندهم تريخ مرضي في سرطان البرستاتا أو القولون دول أكثر عرضة الناس اللي خادوا علاج بيروسي دول أكثر عرضة الناس المدخنين ودول أكثر عرضة لسرطان الرئة يعني الناس اللي هو عندهم عوامل خطورة محيطة بهم فدول لازم يعملوا هذا التحليل هارجع بقى ليه سرطان الكبد نفسه سرطان الكبد نفسه في عوامل تانية غير فيروسي تساعد يعني بشكل آخر في عيان ما يكون ممكن ما يكونش عنده فيروسي ويجي له سرطان كبد الإجابة نعم مين؟ الكبد لو إذا فالتر بتاع الجسم فالتر هو اللي بيصفي دايما السموم من الجسم فأي سموم بنتعرض لها مواد صناعية مواد كيموية فدي بترفع نسبة الإصابة بسرطان الكبد التعرض لمواد مشاعة التعرض لميروسات كثيرة الزيادة الوزن كل دي بترفع نسبة الإصابة بسرطان الكبد مشكلة سرطان الكبد إنه هو زي قولون كده إذا سيلانت كيلر برضو يعني هو من الأورام جهاز الهضمي عامة بتعتبر سيلانت كيلر ليه؟ لأنها مشكلتها الاكتشاف بتاعها دايما بيأتي في مراحل متقدمة نتيجة لأن الأعراض دائما متشابة يعني المريض أورام الكبد دايما بيروح لدكتور الباطنا فيقول له والله أنا عندي شوية خمول عندي شوية تواجع في جنب اليمين عندي اضطرابات في الهضم عندي مشاكل كلها مشاكل جريب ما يشكل ملهاش مش محددة فعشان كده دائما بيأخذ علاج لفترة طويلة مع دكترة الباطنة بدون الفحوصات والعيام بتحس كلينيكيا يعني مبدئيا يعني انت ما بتدي علاج للكولون فبتحس فبيفتكر خلاص ان المشكلة تحلت ولكن اما بترجع تاني يبدأ ياخد علاج أشاد ويبدأ المريض يضيع وقت طويل جدا في العلاجات الدوائية العادية فتؤدي الاكتشاف أورام الكبد في براحل متقدمة متأخرة يعني بعد أن يكون كبرت وانتشرت وعملت مشاكل كبيرة ادعا ايه الأعراض بتاعت أورام الكبد زي ما قلنا الأعراض دائما بيأتي أول عرض يعني دائما تبحث عليه في الكبد الخمول يعني الواحد يبدأ أما يكون بيشتغل يبدأ أقولك أنا والله مش عارف أنا بصحة منه مش قادر أقوم مش قادر أكمل شغلي أنا كنت بيشتغل 6-8 ساعات في اليوم باجي بعد 4 ساعات ببقى تعبان الحاجة التانية المشاكل اللي احنا بيكلم على الأيرلي بيبقى فيه ألام في البطن انتفاخ في البطن طبعا فيه بقى في المراحل المتقدمة بيبقى زيادة في حجم البطن فيه مياه في البطن فيه اسفرار في العينين فيه ألام شديدة في جنبه الأيمن وإذا حصل انتشار في أحد الأماكن في العظام أو في الرئة فبتحصل أعراض بتاعت مبدئيا بالتشخيط بالأشعة انت بتقدر بالأشعة السلسية المراحل الحلزينية المقطعية على الكابت تقدر تقول ان هذا الورم هو ورم خبيس أو حميد تاني حاجة بناخد عينة وعينة بسيطة جدا الناس بتخاف جدا من عينة الكابت لازم ناخد عينة من الكابت عشان نقدر نحدد عليها التحليل الجينية والبيولوجية الكاملة عشان نقدر نحط نحط بروتكولات العلاج اللي بعد كده الناس ما تخافش من عينة الكابت لان لازم يبقى معاك تحليل بسولشي عشان تقدر تعمل عليك تحليل بعد كده لان احنا هنتكلم بعد كده على علاجات جديدة في الأورام الكابت اللي هو العلاجات الموجهة والعلاجات المناعية ودي عمل التفارات كبيرة جدا في العلاج ايه احنا عرض نعمل العلاج مانش من خلص شي خاصنا العين جالك نبدأ مرحلة العلاج كان زمان من فترة قليلة كان دايما مريض الكابت ملوش عليك النهاردة مريض الكابت لو جاه في مرحلة مبكرة الحجم الورم اقل من خمسة سنتي ومحدود في مكان في سيجمنت واحدة انت ممكن تعمل تدخلات جراحية تستقصل السيجمنت ممكن تعمل زرع كابت ممكن تعمل تدخلات اللي هي الامبوليزيشن او الحاجات التدخلية طيب لو الورم جاه في مرحلة متقدمة هل المريض هيبقى له علاج ولا لا لأ النهاردة بس في حتة مهمة جدا انت ممكن تصل الى شفائي لو الورم متقدم انت ممكن تدي علاج المواجع او العلاج الملاج تنزله المرحلة سهلة الجراحة يعني بتدخله غير قابل للجراحة الى مرحلة اللي هو قابل فيها في الجراحة تمام او ان بيبقى المريض في مرحلة متقدمة وهذه المرحلة المتقدمة انت ممكن بتدي علاج الغرض منه انك توقف نشاط هذا المرض وتلطيف الحالة ان المريض ممكن نعيش فترة طويلة جدا بالمرض بدون اي مضعفات وبدون اي اهدار لوظيف الكبد عزيم احنا ممكن نعيش بعشرة في المية من وظيف الكبد فلو الورم حتى في احجام كبيرة مش مشكلة عندنا الاحجام في سبيل ان احنا نحافظ على الجزء السليم من الكبد لحد عشرة في المية احنا بنعتبر انها سيف سعيد الاساليب الاحدث في العلاج في علاجات دلوقتي متقدمة علاقات علاج جيني علاج مناعي دولهم في اورام الكبد في النهاردة العلاجات الموجهة ودي علاجات بتروح للأورام مباشرة بدون تأثير على الوظائف الحيوية ودي محققة نتائج كويسة في الكبد في اقراص علاج موجه وفي حقا علاج موجه والجديد النهاردة اللي هو العلاج المناعي الناس مش فاق يعني كتير قوي يسألني يقول لي ايه هو العلاج المناعي فكرة العلاج المناعي ودي العلاج اللي هو حصل على جهزة نوبل السنة الفاتر فكرته بسيطة جدا ان الخلايا السرطنية بتبقى مغلفة بكوت بغطاء هذا الغطاء بيخلي جهاز المناع ما يتعرفش عليه فبتبقى تتحور وتقدر تدمر اي حاجة في الجسم العلاج المناعي هو بيقوم برفع هذا الغطاء من على الخلايا السرطنية وكشفه ليه جهاز المناع فيبدأ جهاز المناع يتعامل مع الخلايا السرطنية مباشرة مش بس كده العلاج المناعي بيرفع كفاءة الاداء بتاع العلاج المناعي بتاع الجهاز المناعي بيبقى اكثر زكاء واكثر تأثيرا على الخلايا السرطنية ففي الحالة دي احنا بنأثر على الخلايا السرطنية مباشرة بدون التأثير على اي حاجة تالي مريض العلاج المناعي انت قبل كده ما بتاخد علاج كيماوي بتروح تاخد الكيماوي سقوط شعر تدمير الجسم هبوط بتروح معاك شنطة علاج للمضعفات نتجة عن علاج الكيماوي علاج للقيه علاج للشعر علاج للهبوط علاج للهضب علاج للوجع علاج للضوخة في كل مشاكل من هزي المشاكل انت بتاخد لها علاج العلاج المناهي انت النهاردة بتروح تمام ما بتخدش أي علاقة خلص بتاخد جرة العلاج من العين في نصف ساعة وبتروح بتمارس حالتك الطبيعية بدون أي مضعفة حلو أوي هرجع تاني لنظاهم مني أوي اللي هو واحد عنده فيروس سي واحد عنده هالسة سيبتابلتي عنده فرصة فرصة إصابة بورم عنده العيلة فيها أورام فيه إنوفيشن قريب جدا أو اعتبر خلاص قيدة التحقيق دلوقتي اللي احنا بدأنا بالحوار عايزين ننتهي به برضو في حوارنا عشان ده دي نقطة مهمة للغاية خصوصا لمرضة الفيروس أولى اللي جالهم ورم في الكبد ويتعالجه طبعا ممكن يرجع تاني الورم في منطقة تانية المهمة قوي الكشف مبكر في أورام الكبد أي حد جاله فيروس سي حتى لو فيروس سي بقى ناجة احتمالات الإصابة عنده عالية جدا بسرطان الكبد فلازم يعمل كشف دوري زي ما قلنا بالموجات الصوتية ودلالات الأورام ووظيفة كبد الدورية كل ست شغل لازم جزء كبير جدا من الناس اللي اتعالجت من فيروس سي جالهم سرطان الكبد في الفترة الأخيرة دي حاجة مهمة جدا سرطان الكبد قد يكون في مراحل مبكرة فيقدر التعامل معاه ونصل إلى الشفاء لما يكون في مراحل متقدمة مش معنى كده أن العين خلاص ميت لا كلمة دي ما عدناش بنسمعه النهاردة احنا بنحافظ على هذا المريض أن يعيش بالمرض بس بدون مضاعفات وبدأ بنسميه إذا العلاجة التلطيفية وليس الغرض منه أنك توصله من الشفاء بس ممكن المريض يعيش بسرطان الكبد ويعيش بيمارس حياته طبيعية ويعيش بدون شكوى مهم قوي نفهم حتة السايلانت ديس في السرطان احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي المرضى كتير قوي بتكلم عنها أو الأهالي المرضى يقي المريض في مرحلة متقدمة أقول لك لا كل الدكاترة قالت هذا المريض ما تدلوش عليك تسيبه بقى ما تبهدلوش مش حاجة اسمها كده انت سايب المرض المريض بيحارب هذا المرض لوحده الورم عمال يأكل في جسم المريض ويدمر الجسم وبيسبب له ألام شارسة جدا لازم احنا نحارب هذا المريض معاه وندافع عن هذا المرض مش مهم انك انت هذا المريض يصل إلى درجة شفاء مش مهم ان هذا المريض يخف مش مهم ان هذا المريض يعيش فترة أطول المهم انه الفترة اللي يعيشها تكون بدون مضعفات ولما المريض ده يأتي لحظة الوفاة تكون انه سايلاندس بدون ألم انه طالما وصلنا لمرحلة معينة من مراحل الورم التطور المهم اللي بننتظره في الشهور الجاية بنسبة لمرضة الأورام كلها في عجالة عشان نأكد انه ده اعتقد انو فيشا مهم جدا في الطب انا النهاردة يعني عايز اقول لكم ان احنا بنشتغل على حاجات جديدة خالص الشغل الجديد دلوقتي كله زي ما قلنا في بداية الحلقة على التحليل اللي هو تيمر ماركر كشف المبكر احنا النهاردة كمان بنشتغل هو النهاردة التطور كبير جدا مش في علاج بس التطور في التشخيص احد الاساليب التشخيصية واحد الاساليب اللي ساعدتنا في العلاج واللي احنا دلوقتي برضو بصدد ان احنا هنشتغل بها قريب اللي هي بنقول عليها السين ستيفزي اوف زكين مسرب اللي ازاي نعرف ان الدواء ده وفع عال للحلل فلعاني فبدأ الوقتي فيه تحاليل دلوقتي اللي هي مزرعة العلاج الكيميائي زي كان زمان المريض بيجي عنده خراك في حتة معينة الخراك ده تدي له مضادة حية وميجيبش معاها نتيجة تدي له تاني ما يجيبش نتيجة ويدخل لا تسمم ويموت النهارده الكنسر مشكلته انك بتدي علاج وما انتش عارف العلاج ده هجيب نتيجة ولا لا الجديد دلوقتي اللي هو مزرعة العلاج الكيميائي او كيموس انستافي اوف زا دراج ودي هتعمل طفرة كبيرة جدا في العلاج وفي جرعات العلاج وكمية العلاج ومدة العلاج احنا النهارده عندنا خبرين حلوين خبر التشخيص المبكر للسرطان والخبر التاني التحليل اللي هو المزرعة العلاج الكيميائي ودول هيؤدي الى نسبة شفاء ونجاح عالية جدا في الاورام ان شاء الله التشخيص المبكر بالبحث عن السيم سيلز بتاعت الاورام دي من شهر واحد مثلا هتبدأ دي هتبدأ على اخر السنة يعني شهر 12 ان شاء الله اللي جاي هنبدأ نشتغل به يعني قريبا جدا يعتبر خلاص في خلال اسابيع قليلة ونصيبوا بأحد الاورام المفروض يخضعوا للنوعية دي من التحليل التحليل وده تحليل دم بسيط جدا تحليل دم بسيط جدا لكل انواع الاورام السادي والكبد وكل الانواع تمام يبقى ننتظر ان احنا نلتقي ان شاء الله هنعمل حلقة قريبة عما نبدأ التنفيذ البروتوكول وهنتكلم عن الموضوع باستفادة اكتر ان شاء الله انت نورتيني واسعدتيني في هذا الحوار الممتع للغاية واللي مليء به العلم الجيد جدا والاخبار الجيدة جدا المتعلقة بالاورام يبقى ان احنا ننتظر ان احنا زي ما بيقولوا نعاصر حالات تم تشخيصها بشكل مباشر طبعا واضح ان الكيموثيرابيس انستيفتي دي بتتعمل دي عادي تتعمل لكن التشخيص مبكر جدا الاورام من خلال البحث عن الخليل ام للورم ده شيء رائع جدا وحلم اعتقد انه يعني قربة تحقيقه بشكل كبير او يتم بالفعل الانتظار يعني صفارة البداية لتحقيقه في او اشارة البدء في تحقيقه في خلال اسبوعين او ثلاثة خلال شهر بكتير هيبدأ يطبق ضيف العزيزة القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال لستاذ الدكتور محمد سعد العاشر وستاذ علاج الاورام واستشاري العلاج الاشعاعي والمناعي والعلاج المواجهة استشاري الاورام بالمستشفى الجوي والمدير التنفيذي للمراكز امل العلاج الاورام وعضو جمعية الاوروبية الامريكية للاورام نورتنا وحرفتنا في هذه الممتع كالعادة شكرا خليكم دايما مع الدكتور اشتركوا في القناة